اشتركوا في القناة ثم الى بغداد للقاء اطراف اخرى كما اعلنت قناة العالم الايرانية الرسمية الناتقة بالقل العربية لكن التصريح اللي اثار انتباهي هو تصريح السفير الايراني مسجدي قال فيه في تصريح لقناة العالم الايراني ايضا قال فيه ان قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاعاني اكد خلال لقائه الاطراف العراقية دعم ايران للمسار القانوني في موضوع الانتخابات البرلمانية التي اجريت في العاشر اكتوبر 21 الماضي ودع جميع العراقيين الى الهدوء والتعاون قاعاني اكد على ضرورة ان تتم الاعتراضات والطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة في اطار القانون ايضا تابع ان قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاعاني دعا المسؤولين العراقيين لبحث الطعون في الانتخابات والبت بها في اطار القانون مؤكدا دعم ايران للمسار القانوني في موضوع الانتخابات واعلان نتائجه السفير الايراني اضاف ايضا ان قاعاني اكد على ضرورة احترام النتائج النهائية للانتخابات التي ستعلنها مفوضية الانتخابات والمؤسسات الرسمية في العراق وفيما يتعلق في محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صرح سفيري الايراني في بغداد قائل الندين بقوة استهداف منزر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقال ايرج مسجدي ان قاعاني اكد وبشكل صريح وشفاف وقاطع قاعاني اكد بشكل صريح وشفاف وقاطع على معاقبة المتورطين في جريمة اغتيال الكاظمي ايا كانوا وفق القانون العراقي اعيد هذا المقطع المهم جدا قاعاني اكد وبشكل صريح وشفاف وقاطع على معاقبة المتورطين في جريمة محاولة اغتيال السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ايا كان وفق القانون العراقي واوضح انه لا يوجد لدينا اي خط احمر واي جهة يثبت تورطها في الهجوم على منزر رئيس الوزراء العراقي يعاقب وفق القضاء العراقي تابع سفير ايراني ايضا نؤكد على ضرورة التحقيق في كل ابعاد الجريمة وان لا نستبق الاحداث قبل اعلان نتائج التحقيق وان قاعاني اكد على اهمية اجراء تحقيق دقيق في كل الجوانب التقنية للهجوم على منزر رئيس الوزراء وبيّن مسجدي ان قاعاني اكد على معاقبة الجنات وفق القانون بعد اعلان النتائج التحقيقية وكان قاعاني وصل الى بغداد التقى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعض الاطراف السياسية العراقية منفات مهمة سأناقشها مع ضيفي الباحث في الشأن السياسي من بغداد الاستاذ نجم اليحقوب شيخ مرحبا بيك وحياك الله يا ظرح والصالح الفاضل حياك الله خلي ابدو ياك من السؤال الاهم اليوم كيف تعلق على محاولة اغتيال السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهذه التصريحات الايرانية الواضحة بمعاقبة المتسب في الجريمة وفق القانون ايا كان ولا يوجد خط احمر على اي شخص كان السؤال الاهم من يقف حول ومن يقف خلف عملية الاغتيال ولماذا في هذا التوقيت تحديدا شنو الابعاد ومن المستفيد فضل استاذ مقدار تحية لك ولمشاهدي قناتكم المحترمة حياك الله بما يخص موضوع محاولة الاقتيال كما وصفت اليوم لا تزال الامور غير واضحة بشأن هذه العملية لكون لحد الان التصريحات من قبل اللجان المشكلة لم تعلن صراحة عن الجهات التي حاولت اغتيال رئيس الوزراء كما يقال ونحن نقول أن أعمال اللجنة بطيئة جدا لا ترتقي إلى مستوى الجرم الذي حدث على اعتبار أن هذه الحالة لا شك أنها تعد من الجرائم الإرهابية الخطرة جدا ولا سيما أنها استهدفت رئيس مجلس الوزراء العراقي أي أنها لم تستهدف أي مواطن آخر وإنما استهدفت رمزا من رموز السيادة العراقية وهيبة الدولة العراقية كما يصفها البعض ولكن اليوم نقول في مثل هذه الحالة كان الأجدر بالحكومة العراقية وخصوصا السيد رئيس الوزراء أن يكون أكثر حزما وأكثر صرامة في التعامل مع مثل هذه الجريمة وعدم التهاون في التعامل وعدم المجاملة اليوم ما لاحظنا أنه هناك كثير من المجاملة وكثيرا من الدبلوماسية سيد العزيز اليوم هذا الموضوع غير سهل حتى يريد أن يرينا السيد الكاظمي أنه يتحل بمستوى عالي من الدبلوماسية الآن نحن نتعامل مع جريمة إرهابية كبيرة تمس سيادة الدولة أيضا رئيس الوزراء يستهدف بهذا الشكل فإنها أعتقد أنها كارثة كبرى وخصوصا في ظل هذه الإجراءات الأمنية المشددة في المنطقة الخضراء على اعتبار أنه اليوم هي مركز الحكم في العراق وإذن كيف سيكون الحفاظ على حياة المواطن العراقي البسيط الذي لا توجد حوله حماية كما هي متوفرة اليوم للشخصيات القيادية التي تسكن المنطقة الخضراء أما تصريحات التي صدرت عن سواء عن الخارجية الإيرانية أو السفارة الإيرانية أو المسؤول في الحرس الثوري الإيراني أنا أعتقد أنه اليوم هذه التصريحات لا تصب في مصلحة الأجواء السياسية الموجودة وتهدئة الأوضاع السياسي أعتقد أنه كان لزاما على إيران ومسؤولي إيران أن تنصب تصريحاتهم في أن يبعدوا الشبهة ويبعدوا احتمالات أن تكون إيرانهم متورطة في جزء من حيثيات هذه الجريمة المرتكبة ضد رئيس الوزراء لا أن تكون التصريحات على شكل توجيهات أعتقد أنه إذا كانت عملية استهداف رئيس الوزراء بطيارة مسيرة كما توصف ولكن نقولك هذا كما تعلن من بعض اللجان وبعض الشخصيات القيادية والأمنية في الحكومة العراقية هي كارثة كبرى فالكارثة الأكبر أن تكون هناك تدخلات حتى وإن كانت تصريحات سياسية من قبل الجهات أو من قبل دول مجاورة أو غير مجاورة تأتي كتوجيهات لبعض القيادات في الحكومة العراقية تستطيع إيران عن طريق مسؤولية عن طريق السفارة الإيرانية عن طريق الخارجية الإيرانية أن تبعد الشبهة عنها وخصوصاً أن هناك كثير من يحاول أن يزج إيران بهذه الجريمة التي حصلت بد رئيس الوزراء العراقي طيب هو أنت الآن تذكر لي نقطة مهمة تقول أنه تبعد الشبهة عنها اللي يريد يبعد الشبهة عنها هو متهم ويبعد الشبهة عنها لكن السؤال الأهم في حديث السيد الكاظمي عندما ربط عملية اغتياله بعملية اغتيال الشهيد فرمان ضابط المخابرات معناها هو يوجه الأذهان إلى أنها نفس الجهة اللي اغتالت الشهيد فرمان هي كانت تحاول اغتيال الكاظم شون رأيك بهالكلام؟ يعني أولاً الشق الأول من سؤالك أستاذ العزيز بالنسبة للاتهامات اليوم الكل ما لم تعلن النتائج من قبل اللجان التحقيقية وعلى لسان رئيس السلطة التنفيذية عن حيثيات هذه الجريمة التي حدثت أعتقد أن اليوم الكل تحوم حوله الشبهات والاتهامات سواء كانت جار إيران أو سواء كانت بعض دول الجوار حتى وأن قد تكون المملكة العربية السعودية الإمارات أي دولة قد تكون ولاية المتحدة الأمريكية قد يكون هناك طرف آخر يريد أن يستغل الأجواء السياسية المتوترة اليوم الحاصلة بين القوى السياسية نتيجة نتائج الانتخابات اليوم الشبهات تدور حول الجميع ما لم تكن هناك نتيجة واضحة وإعلان واضحة عن الجهة التي استهدفت رئيس الوزراء أما تصريحات السيد الكاظمي أنا أعتقد أنه اليوم لم ترتقي إلى المستوى المطلوب لم ترتقي إلى مستوى رئيس وزراء العراق يعني ما هذا اللف وهذا الدوران في إطلاق التصريحات يعني ربط عملية اغتياله محاولة اغتياله باغتيال أحد ضباط المخابرات والتلميح اليوم أنت رئيس وزراء العراق يعني هل أنت تخاف من جهة حتى تلمح بالتلميحات اليوم أنت رئيس وزراء العراق يجب عليك أن تخرج إلى الشارع العراقي وأن تطمن الشارع العراقي أنك تم إلقاء القبض على المجموعة التي حاولت أن تغتالك لا تخرج أنت يا أخي مؤسس لا نريد رئيس الوزراء أن يخرج لنا بتصريح فلتخرج اللجان الأمنية بتصريح أنها تمت إلقاء القبض على الجهات التي حاولت اغتيال رئيس وزراء العراق والذي كثر الحديث اليوم عن كثير من الجهات على أنه يمثل هيبة وسيادة العراق متى سوف يتم التصريح هل سوف يتم أيضا التغاضي عن كثير من الأمور والمعلومات ونخرج بسيناريو حتى أن أبسط مواطن في الشارع العراقي لن يقتنع بهذا السيناريو إذا كان رئيس الوزراء يعلم الجهات التي اغتالت الضابط في المخابرات العراقية فما هي الإجراءات التي اتخذت ضد هذه الجهات أليس المطلوب من رئيس الوزراء أن يكون هو الحامي لتطبيق القانون والعامل أيضا الفاعل الأكبر لتطبيق القانون على أي جهة تمس أمن وأطمئنان المواطن العراقي وبالنتيجة اليوم نحن أمام حادث اغتيال شخصية أمنية كبيرة في جهاز المخابرات أو في الجهاز الأمني العراقي ماذا خرجت علينا اللجان التي تم تشكيلها لعدة مرات من قبل السيد الكاظمي في شأن الحوادث التي حدثت ماذا خرجت لنا اللجان بشأن الحوادث التي استهدفت استهدفت المتظاهرين في تظاهرات تشرين ماذا أنتجت لنا اللجان التي شكلها السيد الكاظمي في كثير من الحوادث التي استهدفت شخصيات وناشطين عراقيين تم اغتيالهم وتصفيتهم اليوم الحدث قد يكون كبير جدا وعليه يجب أن يكون التعامل بوفق مستوى الحدث أن يخرج علينا السيد الكاظمي وتعرضت لمحاولة اغتيال هذا ليس أسلوب قيادة وليس أسلوب رئاسة وزراء أن تخرج بحديث مثل هذا للشارع المترقب والحذر جدا مما يجري اليوم من صراعات سياسية وصراعات مسلحة وتصفيات كنا نعتقد أن تكون هناك ردة فعل قوية من قبل القائد العام للقوات المسلحة على أثر هذه المحاولة الفاشلة لإستهداف رمز الدولة العراقية طيب وسيد الكاظمي في بيانة في تغريدها الأولية دعا إلى التهديئة وضبط النفس عندي تضارب بهاي المعادلة يعني كيف أستاذ يعني طيب يعني إحنا إحنا نتوقع رد إحنا نتوقع رد عنيف من الدولة من القائد العام للقوات المسلحة على هذه العملية وبالمقابل السيد رئيس الوزراء يدعو إلى التهديئة وضبط النفس الشيء الرهمة ما أعرف أنا يعني أستاذ مقداد إحنا خلنا نكون صريحين واضحين جدا اليوم الطموح إلى إعادة ولاية ثانية لرئاسة الوزراء كان طاغيا على حديث السيد الكاظمي حاول أن يظهر بمظهر الدبلوماسية الزائدة والتغاضي عن كثير من الأمور حتى يستدرع واطف بعض الجهات على أنه يتعامل بدبلوماسية كبيرة جدا محاولة منه لتجديد ولاية ثانية واليوم هذا معلن على الإعلام الكل يصرح بهذه المعلومات ولكن أنا أقول حقيقة هذا الأمر ليس فقط في العراق أنه يجب أن يكون القانون يجب أن يحترم وأن يطبق إذا لم يحترم القانون ولم يطبق القانون فلا خير في حكومة قائمة على إدارة الدولة على أساس التهاون في احترام القانون وتطبيق القانون نعم نحن بحاجة إلى أن تهدئ الشارع العراقي ولكن ليس بحديث عابر أنني لم أصب بهذا كما وصفه السيد رئيس الوزراء طمأنة الشارع العراقي هو أن يتم القاء القبض بأسرع وقت على الجنات أو على من تورط في هذا الجرم وعرضه على الشارع العراقي عبر شاشات الإعلام وعن طريق إجراءات سريعة وفورية لكي تشعر الشارع العراقي أنها أمام حكومة قادرة على ضبط الأمن والاستقرار وأنها أمام حكومة تحترم القانون ولا تجامل على أساس تطبيق القانون لا نريد اليوم أن تأخذ من الدبلوماسية حيز أكبر من حيز تطبيق القانون وحيز المحافظة على أرواح المواطنين واليوم الحادث هو ليس على مواطن عادي أنا قلت لك أنه يربط هذا الحادث على أنه يمس سيادة الدولة وهيبة الدولة ودول العالم كلها استنكرت هذا الحادث ونددت بالعمل الإرهابي ضد رئيس الوزراء أرجع وأسألك سؤالي الذي سألته في بداية الحلقة من تعتقد أنه يقف خلف العملية هناك فرضيات ثلاث فرضية من يستهدف البحثات الدبلوماسية ونفس الأسلوب يستخدمه في اليمن الطائرات المسيرة أو أن هذا الأسلوب استخدمه داعش في الموصل أبان حرب 2017 أو طرف ثالث مثل ما قال السيد هذا الحامل يعني أستاذ مقدار أكيد هناك طرف مستفيد من هذا الاستهداف طيام وأعتقد أنه حسب رؤيتنا ومتابعتنا للمشهد السياسي أنه اليوم هناك أصبحت عدة محاور للصراع ليس صراع فقط سياسي إنما هناك قد ينجر الصراع السياسي إلى صراع مسلح بين من يمتلك السلاح أعتقد أنه هناك اليوم أطراف أخرى قد تبلورت نتيجة هذا الصراع مجاميع مسلحة ظهرت على الساحة اليوم جديدة قد تكون لها أيضا تصرفاتها وأيضا تحركاتها خارج إطار ما موجود اليوم من قوة معروفة كانت سابقا اليوم وجود اليوم السلطة الناقصة يعني نعبر بها بهذا الشكل المنقوصة عفوا اليوم حدم وجود برلمان سلطة تنفيذية اليوم هي سلطة تسيير أعمال أعتقد أنها خلقت كثير من الأجواء لحركة كثير من الفصائل التي تريد أن تنفذ أجندات سواء كانت بإملاءات خارجية أو سواء كانت بتصرفات من ذاتها لخلط الأوراق وكما قلت لك أيضا أنا أعيد إجابتي السابقة اليوم ما لم يكن هناك إعلان واضح وصريح من قبل الحكومة العراقية عن ملابسات الحادث وعن من يقف وراء الحادث ومن غير المعقول اليوم أن تكون الأجهزة الأمنية لحد الآن لم تستطع الوصول إلى خيوط هذه العملية ومن وراء هذه العملية والأيدي التي تتحرك في الخفاء لمثل هذه الضربات الموجهة ضد رئاسة الوزراء أو حتى أي عملية إرهابية موجودة اليوم على الساحة وخصوصا أن السيد الكاظمي كان يرأس أقوى جهاز استخباري في البلد هو جهاز المخابرات الحراقية هناك حديث عن أن كان تقرير قرأته في الواشنطن بوست الأمريكية تحدث عن عملية المخابرات المخابرات السيد الكاظمي زادت من حظوظة في الولاية الثانية رغم أنها جاءت لتقويض حظوظة بالولاية الثانية أنت شنو رأيك؟ بعد العملية زادت حظوظة أم قلت؟ يعني أنا حسب رأيي اليوم حظوظ السيد الكاظمي ستكون بموجب تحركاتها وليس بموجب الحادث والاستهداف يعني اليوم تحركات السيد الكاظمي بحيث أنها ترضي الشارع العراقي متى ما أرضت الشارع العراقي والقوة السياسية اليوم الموجودة على الساحة فأنها قد تزيد من حظوظ السيد الكاظمي أما بهذا الاتجاه نعتقد بحركة السيد الكاظمي بهذا الاتجاه فأنه فقد كثير من حظوظة لتولي ولاية ثانية لرئاسة الوزراء حتى وإن كانت هذه القوة السياسية لو فرضنا أن جزء من القوة السياسية هي لها يد في استهداف السيد الكاظمي حتى أنه في هذه الحالة في هذه التصرفات الغير حازمة فإنها لن تلاقي أعجاب هذه القوة السياسية بإدارة السيد الكاظمي وأنها بالعكس هي تفقد حظوظها وخصوصا أن الشارع العراقي اليوم ينظر وبقلق إلى نتائج ما ستقول إليه التحقيقات بهذا الحادث وأيضا يقيس مستوى التعرض رئيس الوزراء لهذا الاستهداف على الشارع العراقي المواطن العراقي ينظر اليوم أنه رئيس الوزراء مستهدف فكيف بالمواطن العراقي وما هي الإجراءات التي سيتخذها الكاظمي في هذه الحالة إذا كانت هذه الإجراءات ضعيفة ولحد الآن نحن نراها ضعيفة ولا ترتقي حتى إلى أدنى مستوى مطلوب من التعامل وفق هذا الحادث يتعامل وكأنه وفق سياق دبلوماسي وليس هو أمام حادثة جنائية إرهابية كبيرة يجب أن تقف الجهات الأمنية ويقف السيد الكاظمي بحزم وشدة أمامها وإلقاء القبض على المنفذين أي أن كانوا وإحالتهم إلى القانون أنا أريد أن أتساءل هل لو كانت هذه التساؤل إلى الجهات الأمنية وإلى السيد الكاظمي حصرا هل لو كانت عصابات على سبيل المثال خارجة عن إطار التأثيرات الدولية وخارجة عن إطار التأثيرات السياسية استهدفت جهة أو شخصية أمنية حتى وإن لم تكن رئيس الوزراء هل ستتوانى هذه الجهات الأمنية عن التحرك الفوري والقبض على هذه الجهات أو هذه العصابات على عكس ما نراه اليوم من تحرك هذه الجهات الأمنية وتصرف السيد الكاظمي بهذا الاتجاه أنا أعتقد أنه إذا استمر السيد الكاظمي بهذه الوتيرة من التحركات الدبلوماسية الزائدة فأنه يفقد الكثير من حضوظة لاختياره كرئيس وزراء لمرحلة قادمة ليش يفقد الكثير من حضوظة جوزية الجهات السياسية تريد واحد دبلوماسي وسياسي ويبحث عن التهديئة ويغلب مصلحة البلد على المصلحة الشخصية هاي نقطة مهمة سيد العزيز اليوم ما يحدث ليس مصلحة شخصية لو كان السيد الكاظمي خارج السلطة ويتم استهدافه نقول أنه له الحق أن يتعامل وفق المصلحة الشخصية اليوم رئيس الوزراء كما قلت لك يمثل يمثل هيبة الدولة ويمثل سلطة القانون ويمثل السيادة لهذا البلد ليس من حق أن يتعامل وفق هذه المعايير على اعتبار أنها مسألة شخصية المسألة تخص سيادة الدولة تطبيق القانون احترام القانون إذا كان السيد الكاظمي لا يعي هذه المسألة فعليها أن يعيها جيدا والنقطة الأخرى ليعد جميع جميع اليوم من يراقب في المشهد السياسي ومن يجلس خارج الحدود ويتحدث بالديمقراطية والدبلوماسية التي يريدون أن يتعامل بها القيادات العراقية في الداخل لضبط الأمن والاستقرار والوصول إلى حالة أمنية واستعادة العراق عافية فأعتقد أنهم متوهمون العراق بحاجة إلى قيادة قوية وحازمة وأكدت على ذلك كل الجهات السياسية قبل تشكيل حكومة عام 2018 وأيضا بعد أحداث تشرين وحتى المرجعيات الدينية أكدت على ذلك على أن العراق بحاجة إلى قيادة قوية وحازمة لا تتهاون في تطبيق القانون وتحترم القانون وتعمل على أن الجميع يعمل على احترام القانون ويطبق عليهم بدون استثناء نعم طيب حديث قاعاني حسب ما نقل السفير الإيراني إيرج مزدي قال أنه يجب محاسبة ويجب أن يكون هناك تحقيق واضح وشفاف وقاطع ومحاسبة أي طرف كان بدون أي خط أحمر ألا تعتقد اليوم أن إيران تحاول أن تقطع نعم أذرعتها في العراق فعلياً وتتخلص ونعدهم صاروا عبع عليها يعني أستاذ مقداد أنت تعرف الوضع السياسي اليوم الذي يجري الصراع السياسي والصراع العسكري اليوم الموجود بالمنطقة ومن البديه اليوم أن تصدر مثل هذه التصريحات من قبل سواء الحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني وقطعاً إذا كانت إيران غير مشتركة في هذا الحادث قطعاً تصدر منها هذه التصريحات لإبعاد الشبهات والاتهامات التي تطلقها عليها بعض الجهات وبالأخص الجهات الخارجية اليوم تشير صراحة سواء كانت هي متأكدة أو غير متأكدة أو قد تكون تريد أن تستغل الوضع اليوم المربك وهذا العمل الإجرامي الإرهابي ضد رئيس الوزراء لمصالحها ولذلك أعتقد أن هذه التصريحات طبيعية تصدر من الإدارة الإيرانية أو القيادات الإيرانية ولكن أنا أعتقد أنه قد تكون الواجب أن تكون بغير اتجاه بغير هذه الصيغة هذه الصيغة من التصريحات إذا ما أردنا اليوم أن نأخذ على اعتبار مسؤولين في الدولة العراقية كرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان يصرحون على أن هناك سيادة وهناك عدم تدخل في الشؤون الداخلية ومشاكلها من هذه التصريحات فأعتقد أن تأتي التصريحات الإيرانية بصفة التوجيه هي مساس نوعا ما للسيادة العراقية وكان عليها أن تتعامل بدبلوماسية أكثر وأن تكون التوصيات بما يخص الجانب الإيراني فقط وعدم التعدي إلى أبعد من هذا حتى لا تخلق لنفسها كثير من الأزمات السياسية أو الإرباك السياسي اليوم الذي تترصده كثير من القوى في المنطقة تجاه إيران طيب هذه عملية الاغتيال أخير شي خليني بها هذه العملية هل تريد تقويض الاعتصامات وفض الاحتجاجات للأطراف الخاسرة أيضا أكو هناك حديث عن أن هذه العملية مسرحية تمام وهذا ما يتحدث به كثير من الأطراف الولائية أن هذه العملية مسرحية شنو رأيك يعني؟ ما أقوله سيد الكاظم يسوي هذه العملية على مد يضرب نفسه؟ وين صار هذا السيناريو والفيلم؟ شنو؟ فضل يعني أستاذ مقداد ما هو رئيس الوزراء يضع نفسه في هذه الخانة يضع نفسه في خانة أن يصفها البعض بالمسرحية لأسباب أنه لحد الآن لم يتم الإعلان عن الجهة المنفذة لهذا الحادث ليس من المعقول اليوم من الجهات الأمنية العراقية والاستخبارية لحد هذه اللحظة أمام جرم بهذا الحجم بهذه الخطورة ولحد الآن لم تعلن عن شخص واحد مشترك في هذه العملية أو أنها أمسكت بخيط واحد قد يؤدي إلى القبض على مرتكبي هذا الحادث فمن الطبيعي اليوم أن قد يجوز تصل حتى إلى مرحلة التهكمات على رئيس الوزراء بالنسبة لهذا الحادث ما أدراها الناس اليوم الكل يحلل وفق ما يفكر وفق رؤيته وفق مستوى إدراكه للأمور فليس من المستبعد اليوم أن ينظر الكثير لهذا الحادث على أنه مفتعل من قبل رئيس الوزراء سواء للضغط على الأجهات التي تحرك الاعتصامات في أسوار المنطقة الخضراء أو أنها تريد أن تستدر عواطف الشارع العراقي من خلال هذه العملية الأرهابية ليس بعيداً هو من يضع نفسه بهذا المأزق كان عليه أن يكون كما قلت لك أكثر جدية وحزماً ويعلن عن من تسبب بهذا الجرم ومن ثم تبدأ مرحلة الدبلوماسية إذا كان يريد أن يتعامل بالدبلوماسية لا أن يترك خيوط الجريمة ويترك أشخاص الجريمة واليوم يجلس ويتحدث بالدبلوماسية ويتحدث عن الحفاظ عن الأمن والسلامة والاستقرار وما أعرف من التصريحات التي أطلقت الذي يريد أن يحافظ على أمن واستقرار هذا البلد عليها أن يكون قوي وحازم وأن يطبق القانون على كائن من يكون وأن لا تجد هناك قطوط حمراء كما اليوم ينصح كل من القوى السياسية اليوم ممن يخاف ممن يخاف السيد الكاظمي يخاف من القوى السياسية هي من تنصحه بتطبيق القانون على كائن من يكون الجهات الخارجية هي من تنصحه بأن يطبق القانون على المنفذين كائن من يكون صار أنه قد نبحث فعليا نبحث فعليا عن حكومة وطنية ونبحث عن شخص حاسم وقوي وكانت حتى في وقت إذ المرجعية الدينية أرادت شخص حاسم وقوي وجاءنا عادل عبد المهدي تمام أما أنا الأوان فعليا أن نبحث عن حكومة وطنية وشخص حاسم وقوي وإحنا أمام مرحلة مفصلية مهمة جدا يعني من أستاذ العزيز من أين تأتي الشخصية القوية والحازمة ونحن لدينا عملية سياسية هشة انتخابات كنا نتأمل أنها تهد من الشارع العراقي وتكسب ثقة الشارع العراقي وتخرج علينا الانتخابات بهذا الشكل وقلنا أنها ستكون أسوأ من انتخابات عام 2018 والآن هي أسوأ من انتخابات عام 2018 برأينا قلنا أنها ستجر إلى انسداد سياسي إذا ما أجرت في هذا التوقيت وبهذه الكيفية وبدون التعامل مع السلاح المنفلت والمال الغير قانوني والتدخلات الخارجية ولم تصغي لنا هذه القوى السياسية وذهبت إلى انتخابات واليوم نصل إلى انسداد سياسي وقد نصل إلى اصطدام مسلح بين القوى السياسية المؤثرة في العملية السياسية من أين يأتي اختيار رئيس الوزراء أليس هذه القوى التي تفرزها الانتخابات أو القوى التي تفرزها الانتخابات هي من تختار الرئيس القوي والحازم أما هذه القوى السياسية اليوم نفسها من عام 2005 ولحد الآن نريد منها أن تختار شخصية قوية وحازمة وجريها على التعامل مع معطيات السلاحة سواء كانت الداخلية أو الخارجية أنا لا أعتقد أنه من وراء هذه القوى جملة وتفصيلا الخير في اختيار قيادة قوية وحازمة لكي تقود العراق إلى بر الأمان يا سيدي عزيز أنا أكرر وأقول لهذه القوى السياسية أنتم واهمون في أن تكون بهذا الأسلوب تحرككم على اعتبار أنه أنتم تلكون الدبلوماسية والديمقراطية وتريدون أن تعيدون بناء البلد بهذا الشكل مستحيل أن تصلون إلى بناء البلد بهذا الشكل بدبلوماسية زائفة وديمقراطية زائفة مشكوك فيها وصراعات اليوم على أسوار المنطقة الخضراء في داخل العاصمة بغداد طيب سيناريوهات تشكيل الحكومة القادمة شلون تقراها بصراحة يعني إحنا وين متجهين أغلبية توافقية وين تحديدا يعني إذا أردنا أن نقيس على نهاية الأمور لا نريد أن نأخذ الأمور بالتفصيل إذا أرادت القوة السياسية اليوم أن تتجنب الكثير من الإشكاليات فإنها ستذهب كالعادة وكما توقعنا سابقا وقلنا أننا لا يعترين الشك أن هذه القوة السياسية ستسلك نفس السلوك السابق في مسألة التوافقات واختيار الحكومة والمحاصصة والتقاسمات فيما بينها لكي تحاول أن تستمر لمدة أربع سنوات قادمة وللشعب كما يقولون إلى الله نعم طيب هناك تظاهرات لا زالت في الشارع رافضة وبشكل قاطع لنتائج الانتخابات وكان هناك اجتماع للإطار التنسيق قبل أيام بحضور سيد رئيس مجلس القضاء بحضور سيد رئيس الجمهورية بحضور سيد رئيس الوزراء وبعض الأطراف خارجت بعدة نقاط من أهم النقاط اللي هي نقطة أربعة يقول فيها البحث عن معالجات قانونية لازمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية تعيد لجميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بشكل بدرجة كبيرة والدعوة إلى اجتماع وطني شنو يقصد بهذه المعالجات القانونية الغير موضوعية شلون يعني يعني استاذ هناك عمرين اي واحنا في مواطن سابقة أكدنا عليها يعني حسب تفسيرنا للفقرة الرابعة النقطة الأولى الجانب الأول قلنا على المفوضية لو أنها تحلت بالحكمة ونظرت إلى جانب وضع الشارع العراقي والأزمة اليوم الموجودة في المنطقة الخضراء وعسوار المنطقة الخضراء ونظرت في إعادة العدوى الفرز الكل اليدوي حتى تسقط الكثير من الحجج والذراع لهذه القوة السياسية اليوم المعترضة والتي توصف بأنها خاسرة لكان أفضل من هذه المماطلة والتخوف من إعلان النتائج قانون تسعة لسنة 2020 الآن المفوضية تخالف هذا القانون برأيك من يخالف القانون ما هي عقوبته اليوم المفوضية كان عليها أن تعلن النتائج النهائية خلال مدة 24 ساعة واليوم نحن نقترب من الشهر والمفوضية لم تعلن هذه النتائج بشكل نهائي وكامل بسكو طعون يعني إذا كانت تنظر أنها تعمل إذا تسمح لي تفضل 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 إذا كانت تنظر على أنها تطبق القانون كان الأولى أن تعلن النتائج خلال 24 ساعة بدون النظر إلى اعتراضات الموجودين وثم تفتح باب الطعون ولو كانت تنظر إلى مصلحة بلد ومصلحة عملية سياسية كان عليها أن تسقط الحجاج ومن ضمنها هو العدوى الفرز الكلي ولكن هي تعلم ما خلف الستار ما سوف تنتجه عملية العدوى الفرز اليدوي هذا من جانب الشق الأول الذي نحن نقرأه والشق الآخر هو يفتح الباب أمام من طالب بإلغانة آج الانتخابات وإعادتها في حزيران القادم لا يوجد حل إلا هذان الأمران وإلا بقية الأمور أن تأخذ كيف يعني هل ستصبح مثل ما يقولون تصير مجاملات وواحد يصبح على آخر باللهجة العامية يعني هاي مقعد من عندي إليك وهي مقعدين مني إليك لا يجوز هذا في العملية الانتخابية النزيهة والشفافة أما أن نعلن نتائج حقيقية ودقيقة وأما أن نعلنها على علاتها على عيوبها واليوم نحن نوجه كلامنا أيضا إلى المفوضية مفوضية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على أن تعلن النتائج الحقيقية وأنت جنابك تتذكر في آخر لقاء قلت لك أن الأمم المتحدة واللجان المراقبة سوف لن تكون بالمستوى المطلوب ونحن غير مقتنعين بهذه المراقبة وفعلا اليوم الخلاف كان منذ البداية على نسبة المشاركة 20% من الشارع العراقي شارك و80% قاطع واليوم المفوضية تعلن خلاف ذلك رغم معارضة مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم منواجبنا نحن كمقاطعين للانتخابات والعملية السياسية التي لم نجني منها إلا الويلات والصراعات والخراب أن نحافظ على أن نقول كلمتنا أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 25% وهذا حق للشعب العراقي أن يدافع عن حق المقاطعين الذين رفضوا العملية السياسية البائسة يجب أن كل من يراقب العملية السياسية أن ينطق بالحق ويقول أن 80% من الشارع العراقي قاطع الانتخابات ولم يدلي بأصواته إلى هذه الأحزاب السياسية إلا من كان منتمي إلى هذه الأحزاب أو مستفيد من عندها أو كان متعنصراً لشخصية محددة من المرشحين أستاذ نجم منين إجت النسبة اللي هي 41 أو 43% اللي أعلنتها المفوضية منين إجت هاي النسبة والله أستاذ مقدار ذا سأل المفوضية يعني أنت توديني إلى نقطة منذ ساعات أغلاق الصناديق توديني إلى نقطة أنه الانتخابات مزورة موهيج يعني بالتأكيد اليوم عندما يكون هناك تشكيك من قوة سياسية مشاركة في العملية السياسية أنا لما أتحدث أنا لست مشاركة في العملية السياسية لا مرشح ولا ناخب ولذلك اليوم أنا أنظر إلى ما يصدر من القوة السياسية المشاركة في العملية السياسية هي الجزء الأكبر منها طاعن في الانتخابات لا ننظر إلى عدد المقاعد وإنما ننظر على عدد الشخصيات السياسية التي كانت مؤثرة في العملية السياسية اليوم هي طاعنة في الانتخابات ولديها قد يكون ولديها ما يبرر أن هناك تزوير أجرية في هذه الانتخابات أو نسبة المشاركة ولذلك نحن نبني آرانا ونبني توقعاتنا على ما يصدر من منهم في داخل العملية السياسية ومشارك في العملية السياسية والعملية الانتخابية نحن لسنا مراقبين لقاعات التصويت أو مراكز التصويت أو صناديق التصويت ولسنا مراقبين داخل قاعات العدوى الفرز حتى نحدد بذل تحديد هل كانت هي مزورة ونسبة التزوير ونسبة المشاركة ولكن اليوم ما بنيناه على أن نسبة المشاركة هي 20% هذا الخلاف طرح منذ إغلاق الصناديق فور إغلاق الصناديق على أن مفوضية الاتحاد الأوروبي قالت أن نسبة المشاركة لم تتجاوز الثمانين بالمئة وهي تتحمل المسؤولية ولكن كيف أصبحت نسبة المشاركة تجاوزت الاربعين بالمئة هذا ما نريد من مفوضية الانتخابات المستقلة أن تبين لنا كيف ارتفعت هذه النسبة طيب معناها الإطار التنسيقي إيه هم حق طالعين يظاهرون متمام لا يعني إذا كانت لديهم الأدلة الواضحة والفعلية ونحن قلنا قلنا عليهم أن يقدموا أدلتهم للمفوضية المستقلة للانتخابات ولرئاسة الجمهورية وللمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وحتى إلى الأمم المتحدة ليشرحوا موقفهم من الانتخابات وما لديهم من أدلة وإثباتات على أن هناك تزوير وأن النسبة المشاركة لم تكن كما أعلنتها مفوضية الانتخابات وليأخذ كلهم حقا ذي حقها وبالنتيجة هم من سيتقاسم المناصب هم من سيشغل هذه المناصب وليس نحن من سنشغل هذه المناصب ولكن هذه الإجراءات وهذه الانتخابات ونتائجها ونسبة المشاركة مردودها وسلبياتها على الشارع العراقي هو من سيتأثر نتيجة الأداء الذي سيبنى على نتائج هذه الانتخابات ونتيجة الحكومة التي ستؤسس على نتائج هذه الانتخابات جميل شكراً الأستاذ نجم اليعقوب الباحث في الشأن السياسي كنت ضيفي من بغداد شكراً جزيلاً لك أهلاً وسهلاً الأستاذ مغداد يا مرحباً وأنتم أحبتي باسمكم أشكر الأستاذ نجم اليعقوب أنتم شكراً لكم على حسن المتابعة ها هو مغداد الحمداني أترككم بحفظ الله وعايته في أمان الله